موسيقى موسيقى مشاهدين الأكاري مازانا متواصلين معكم عبر قناة الجزائر أنوان في هذه اللمة وهذه القعدة الزينة التي تجمعنا بضيوف الأكاري يراهم يتوفدوا على الحصة مرحبا بكم ورحب بضيوف الأكاري معنا بداية الكوتش جيراد كريم مرحبا بكم معنا شكرا على هذه الاستضافة شكرا لكم ليلا وقلوا لكم صحا عيدكم وعيد مبارك لكل الشعب الأزائر وسيلة مساوية رئيسة نادي اتحاد أمل رياضي مرحبا بكم معنا وعيدكم مبارك السلام عليكم سبا الخير أختي الفادلة سبا الخير عليكم كامل سبا الخير للمشاهدين اللي مشروفين عبر الشاشة شكرا جزيلا على هاد الدعوة قول بمثابة هاد العيد الفطر المبارك كل عام والأمة الجزائرية بألف خير والأمة الإسلامية بخير نبدأ معك الكوتش كريم نحكي شوية رمضان كيفش جوزت ورمضان الحمد لله حكينا ربما على الأجواء خصوصا في الجائحة كورونا على الحجر كلما يدرك موسم يستغله سواء رمضان أو غير رمضان أما رمضان فإنه بنسبة لي هو الموسم الرائع من كل الجوانب خاصة من ناحية الرياضية من ناحية الرياضية دائما كما قلت في النهار مديت نصائح والشدات الطبية للناس اللي مرسوا الرياضة والأوقات اللي مرسوا في الرياضة كثير من الناس يستفدوا كثير من الناس اللي كانوا يمرون على أخطاء في الطريق وكذلك المدربين كانوا يمدوا تعليمات في الرياضة خاطئة وجهت كلامي بصفة عامة وبصفة خاصة أقول الرياضة في رمضان متعة هي ربما فرصة ثامنة على الناس استغلالها نعم خاصة لديهم الأمراض ملح لهم الرياضة في رمضان وفي كل الأوقات ولكن في رمضان كان وقت محدد لهذه الرياضة في رمضان حتى لا يصاب الإرهاق لهذا الرياضة نعم نحط على أجواء العيدة هنا على بنب التي تورط الجزائري زاخر ومعروفين بالحلوية التقليدية ربما وشنو؟ وشنو هي الحلوة التي تليتها اليوم وشنو هي الحلوة التي تليتها اليوم وشنو؟ الجزائري يأكله بعينيه يقول صراحة نحن الجزائري يأكله بعينيه وممت على عائلة والأنواع المتنوعة من الحلويات الإنسان دائما تلقاياها يسقط يأكل شيئا مننا ما يقدرش يأكل حبا يقول لازم يدور على البلادك يتكتع الأنواع والأشكال الحلوي لأننا ناكلو بعينينا وهذا هو الشرم تعال العيد أننا كنت الموقع في طابلة وحدة ويكونوا الضيوف وندوق ورغم مقول ورانا في هذا الجائحة كورونا بالصح ما قدرناش نستغنوا باش نشوفوا الناس حتى من بعيد لك كان طارق وسيلة عصرية أنك تتلم العائلة عن طريق الهاتف بدون أنك أنت ما تروح تلمهم ويحضر معك ويحضر داك للجول من عادتنا وتقاليدنا المجتمع العربي والجزائري بصفة خاصة عندنا صلة الرحم خصوصا في هذا اليوم المبارك وللمناسبة الدينية كيف هي؟ سيلة الرحم عمرها لا تكون محدودة لأن الحمد لله كائن وسائل هاتف كائن وسائل هاتف لك حتى تكون يماك بعيدة ولا أنت مسافر ولا خالتك تشوفها وتحضر معها وتكسر معها ما كاش حتى إشكال نحن معرفين ربما المجتمع الجزائري أنه في المناسبات لازم تنقلوا الرحول للأقارب أنا وأشخاص عمري مراتي الزيارات الأقارب سواء في الجزائر أو خارج الجزائر نحن نخرج ونوصل للناس من هذه الكلمة أصل الناس حتى لا يقطعني أحد وتكون المودة والما أحبها ولكن في هذه الظروف الحمد لله الظرف الصحي هذا الظرف الصحي كان تعويض إنسان ما يتقلق موالون نحب نزوره فاملتنا نحب نزوره جيرانا ولكن كان وسيلة قد كوسيلة عصرية الحمد لله بفضل العز وجل ثم الفضل يعود للعلماء التكنولوجيا الذي سخروا لنا هذه الإمكانيات لا تستطيع أن تقصد الناس أنا واحد من الناس كل عيد ندرجو رائع جدا عن طريق التواصل بل غربها بالتليفون وإن شاء الله كما قلوا رب يرفع لنا الوهاب مرحبا بك مجددا وسيلة موساوي حديثينا ربما عن نادي رياضي نادي اتحاد الأمل الرياضي نادي اتحاد الأمل الرياضي هي جمعية ولائية تنشط على مستوى ولاية الجزائر لدينا العديد من الإختصاصات لدينا فروع السباحة أكوات القدم الجنباز الأرقس الرياضي فتنس أيروبيك كارديو زامبا كذلك لدينا جيدوا فنون القتالية يعني حاليا لدينا المقر ديالها بطريق القادوس بلدية حضرة بمقر مؤسسة الناس الخير ناس الخير يعني نشكرهم اللي هي وقفة مع المجتمع المدني يعني في هذا السياق لاحظنا أنه كانت عندكم نشاطات متميزة أقول خلال الشهر الفاضل ممكن هل بمكن تحديثين عن هاد النشاطات مما بالتنسيق ربما مع الكشافة الإسلامية الجزائرية تفضلي خلال الشهر رمضان يعني قمنا بعملية خيرية أعمال تطوعية يعني إفطار الصائمين يعني نقوم معهم بتحضير الطعام والأكل الصائمين يعني كنا مع الكشافة الإسلامية ببزرعة كذلك يعني كانت جمعيات أخرى خيرية إنسانية يعني كانت تنشطة على مستوىوية الجزائر كنا متواجدين معها وكنا قاعدين معهم يعني وبعد على المنزل دينا كذلك يعني جمعية اللي تنشطة بزاف على الجزائر يعني مؤسسة الناس الخير يعني هي نحيوها هي وإطاراتها اللي متواجدين فيها يعني أنا شخصيا مشي حاجة جديدة ليا يعني مليكنت صغيرة كنت نشط مع هاد الجمعيات الخيرية الإنسانية يعني ما نقعدش نفطر في دارة يعني كل رمضان نجوز مع إلا أنه يعني بعد كورونا يعني مل ثم قاعدنا في الدار ما كناش نجوزوه مع الجمعيات الخيرية اللي نقوموا بإفطار الصائمين يعني كورونا يعني كيما نقولك شانجمون راضيكا يعني تغيير جداري بدلتنا كامل حياتنا اللي كان خدام ولا مش يخدام اللي كان قاعد لبس عليه ولا يعاني اللي كان الناس المرضى يعني أصابوا بوباء كورونا يعني العديد من العائلات الجزائية اللي فقدت أهاليها يعني هاد الأمر يعني أطر علينا بزاف ويعني الحمدلله بالعقل بالعقل اللي تجوزنا شوية برافر وش كنا يعني 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 وإن شاء الله يا ربي تدريجيا يزول علينا كامل هاد الوباء وكما سبق قلت لك يعني ناد الرياضي متواجد بالمقرار ديالو بطائق القادوس بلدية حدا إلا أنه يعني لدينا فورو متواجدة بشو فالي شو فالي لدينا يعني رقص رياضي فتنس ايروبيك زنبا خصيصا للنساء والأطفال يعني الجنباز و جيدو وكذلك لدينا فرع في ما النادي مهتم بمختلف شرائح العمرية نعم لدينا في بلدية بوزرع هل كنتم دكور إينات؟ دكور إينات والفئة النسوية يعني سوف نركز على الفئة النسوية لأن المرأة أيضا قلنا المرأة نقول الأمبي الأختي البنت يعني المرأة مهمة جدا وهي اللي لازم عليها توقف على روحه وخاصة الرياضة رياضة مهمة لأن الشخص الرياضي يعني يتميز على الآخرين نلقاوه الشخص الرياضي دايما أمفن دايما يقصر دايما يبتاسم على عكس الشخص الذي ما يمارس رياضة نلقاوه دايما شخص كائب يعني تلقاها يقول لك أنا كارا أنا بدي قوتي لكن هذا الإنسان يجب أن تلقاها 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 يقصر معك لم يغلط معه ما يحكمه لش زمان وخاصة الرياضة وخاصة الرياضة أنا أحب أن ندمجوا هاد الشباب يعني هاداك الوقت الفارغ ديالهم يعودوه بالرياضة باش هادا يبعدوا على انحرافات الوقافات الاجتماعية ويكونوا أشخاص إيجابيين في المجتمع إن شاء الله يعني مع الأعضاء اللي معنا إن شاء الله رب يقدركم إن شاء الله كيفاش جوزة رمضان وسيلة وكيفاش جوزة العيد معانا اليوم حقيقة أنا أريد أن ندوستو مع شغالاتي طيبي ما طيبي ما طيبي ما طيبي ما طيبش نعاون بك يعني تلقى مع الجماعيات مع الكشافة الإسلامية نلوقتي كامل معنا يعني أكثر من ناحية يعني أنا نحب ندير الخير كنكون قاعدة في الدائد حكم الله في بلاد كنكون مع الجماعيات الخيرية ونكون ناشيطة ونحب العمل العمل الخيري يعني كيفية بنا سبيسيال ميزة خاصة ووالفت يعني توجر يعني كل رمضان نجوزوا هكذا أبقى يعني المرسم اللي فاتوا واللي قبلوا بسك علاج الجائحة الكورونا ورمضان أنا ما نقدبش على الكفاتك ما نقدرش نرقد إبا مين الحمد لله يعني إذا ربي سبحانه في رمضان يمدلك تاقة تقدري ترزيسي تقدري تديري شغالاتك ما ترقديش ما ترقديش والحمد لله يا ربي شكرا نرجع لك الكوتش كريم كيفش جوزت اليوم كيفش كانت أجواء العيد لا باس رواء أقول لك العيد حتى كتسمي العيد موسم رأي جدا الموسم اللي اللي ترح فيه الكآبة موسم اللي تولي فيه الأخوة موسم اللي راح يفيه تواصل موسم اللي راح يروح فيه الشحناء والبغضاء الإنسان اللي يوصل لموسم كماذا ما يكونش سعيد إنسان مريض نفسيا لازم يشوف دكتور لازم يعالد إنسان لم يجيك خير من خير كما قلنا بصلا فرحة تانية إنسان عنده فرحة تانية فرحة تانية عندما يخل على الزوج إنسان كي يوصل عيد ما أنا شوف محتى الناس عائلة فقيرة في الصحيوم العيد تلقى من الناس عندهم ميزة خاصة صبح الله يضحكوا معاك يكسروا معاك إنسان ما تقدرش انتحت انتاقد في العيد وتقول مجيو الشعيدي مليح هذا إنسان أنا نقولك نفسي مريض والله ما من الناس ما عندهم شوفوا بيتهم في الشارع تلقى نهالعيد إنسان وحده أخر إنسان يقسم هذه الفرحة مع الناس وكاين الناس اللي عندهم الطاقة الإيجابية التمت هذه الفرحة غالين يخدم في مركز طبي عمري ما قابلت مريض دائما قابلوا بهذا الطاقة الإيجابية بدك بالضحك أنا نقولك نهالما نجيس للمركز نخدمنا يحسوا بك إنسان يخص في المركز يلعب دور شكرا سيدي كالبة أخيرة سيدة موساوي في الأخير أشكوكم جزيلا أشكو على هذه الدعوة كما أنني يعني من خلال هذه الاستضافة يعني أوجه تحياتي للسلطات الأمنية بما فيها يعني جيش الوطني الأمن الوطني داك الوطني يعني أمور الجماعيك كذلك أمور وقفين وصهرين على خدمة هذا الوطن وبما أنني يعني في القطاع الرياضي نشكر جزيلا شكري يعني سيد وزير الرياضة اللي هو وقف على هذا القطاع سيد خالدي وكذلك وزيرة المتدبة وزيرة المكلفة بالنخبة سليمة سواكري يعني على كل الجهود المبدولة من طرفهم وكذلك يعني مدير شباب ورياضة للجزائر طارق كراش يعني على كل الجهودات التي يقومون بها لنرود بهذا القطاع الرياضي كالبة أفيرة سيد كالبة أشكركم على هذه الدعوة وأنا سعيدهم جدا بهذه القاناة لأول مرة أنظرها وشوف بلي فيها الجو رائع جدا وهو الجو تلاحمي ويمد الطاقة الإيزابية وأقول وكذلك صح عيدكم وصح عيد لكتاميع الشعب الجزائري وكذلك أمد واحدة من نصيحة قبل ما نختم بها من ناحية البابات من ناحية البابات أنا وشخصياً ذات بتيت غشاش عن البابات البابات الصحية والبابات الغير صحية هي الكمامة العربية البابات الكائن البابات اللي يتندار ويتباعوا بره البابات غير صحية ترفض الميكروبات بزاف ورح تزد سبب الأمراض وليجون يديروا البابات الصحية ومعالجة ما يديره هاش تلطون يديره غرف المكان اللي فيه الغارشي بزاف لأن البابات تقعد بها 24 رح تنقص لك في الضغط التنفسي تاك ورح تصرب لك شلل في الدماغ الدكتور الأمريكي الباحث والدكتور الألماني والدكتور الفرنسي اللي باحثوا على وداروا دراسات في الكومامة وكما نقول إحنا للعضبات اللي تندار فانت كاترة راح تصبح عندها أطار سلبية وهذه الصحة الإنسان يكون في مكان وحده يشمنه ويكون مع الغاشي يديرها لأن المرض هذا حقيقي أن يفهم كسطبيس الناس يستازوا بزاف وصلوا إلى درجة قصوى راهم فراش سأل الله ربي يشافيه ومعافيهم وتمنى أن الجزائر يتوعى ويتعاون ويتلاحم ويأخذ بعد النصيحة دير بافتاك ما تلابش وما تمسخل حنا نسحقوكم يا جزائري نسحقوكم من يد وحده عيدكم مبارك ويعطيكم الصحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشكورين دويو في الكرام على تلبيتكم الدعوة والنصائح القيمة التي قدمتها في هذا البلاطو جمهوران الكريم عيدكم مبارك مجددا البلاطو ما زالوا متواصل مع زميلي عبدالغاني بلاش عيدكم مبارك كل عام وأنتم بألف خير ربي يرحم موتانا ويشفي مرضانا إن شاء الله ربي يرفع لينا الوباء والبلاء إن شاء الله موسيقى 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 اشتركوا في القناة